ترجمة نانسي قنقر 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 عن الطرق البديلة وهو شايف البرنامج دفتر ملاحظات وقال فعلا مطالباتكم بيوجود الطرق البديلة عن المشروع حتى لن سوي ازدحام ولن نشتع قلب الناس وهذا القضية تنتبهن أمانة بغداد وأيضا المشاريع وحتى المحافظات ليش دائما المشروع موجود والشوارع اللي حواليه والمنافذ المخارج والمداخل هي عبارة عن تكسير وعبارة عن شوارع غير مسموح نفوت بها السيارات والدراجات دائما طلابتي في قضية الشوارع البديلة بالمشاريع اللي تصير ايه ايجا شخص على قلبي ما يبارد احتي لي تجربتك بالامارات تجربتي بالامارات اولا انا حشت بين ابوغبي وبين دبي نعم سنة تسعة وتسعين تسعة وتسعين الفين الفين وواحد رحات هناك معلنة بها ان شاء الله فاللي شفنا هناك الشوارع بانتظام ومفعلين الخدمة المرورية والخدمة مثل ما يقول الخدمية كل هين خدمة الشعب انه اذا صار عندهم مشروع اي مشروع يصير عندهم خاصة المشاريع يعني جامعات بطريق يبنون مثلا يسوي يفد نفاق يسوي هايوي يسوي يسوي قبلها يعلن عنها فترة زمنية يعلن انه اكو طريق رح ينزد فراح يصير او تحويلة وين تصير هاي التحويلة تصير محاذية للشارع الاصلي او المشروع الاصلي اللي رح يصير بحيث ما تحس انه انت جاي وده تطلع بهذا الشارع كأنه الشارع الاصلي مو الشارع البديل يعني الشارع الاصلي مبلط وعلامات المرورية. الشارع الاصلي هو شارع اصلي مبلط دول هي اعتبر دولي. ايه. 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 يعني على السايدين وحل بالنص الجزرة عمود موجود. ايه. لا من ده تحتي على الشارع البديل كأنه شارع اصلي. بكل تفاصيله. كل تفاصيله شارع اصلي. بس. الانارة اقل من الانارة الاصلية. زين. لانها كيبلات وشغلات ومحول كيبلات. يعني مو مو شغلة اه. هادي من اي سنة شن تتلاحظها? اه نهاية قبل الالفين واثنين. قبل الالفين واثنين. لان انا رجعت ثمانطعش تسعة الفين واثنين من الامارات. وبالاعلان بالاعلان شو يقولون? قبل وقبل ما كانت اكو اه يعني بين الدولتين بين دولة العراق والامارات ما كان اكو طيران. كان البواخر الفقط. اي عن طريق جرالعلي. او تروح عن طريق غير دولة تقدر. يعني من الاردن تقدر اطير او هادة. بس الطرق البديلة يعني يعنون عليها. يعني اقل شي فد اسبوعين عشر ايام. وين يعنون? يعنون بالاعلان. اكو جسمة الوسيط عندهم جرائد الوسيط. عندهم جرائد المحلية. عندهم مذاعات. مم. كلها موجودة يعني. عندهم محطة الفضائية دبي. وينبهون الناس. ينبهون الناس بان وكو يتشيل. وبعدين المشروع يطلع ويسعد بدون ازعاج للناس. بدون اي يعني انا مرة من المرات. بابوضة بيتشين ساكن منطقة سمها مصفح خليفة. هاي كانت الشيخ خليفة قبل ما يتولى المنصب رئيس دولة الامارات. كان شيخ زايد الله يرحمه كان موجود به. شنو كان الموجود? فديوم صادف انه اه عطل بالكهرباء كامل المنطقة. راح يسوون راح يسوون صيانة لهاي المنطقة. تدري سوا والله العظيم وموالك يمين عليه. يعني. يعني ما كده الحلفان هي ان شاء الله. اه نبهوا العالم قالوا بانه راح تصير قطوعة قطوعات كهرباء وراح حصير بحيث انه خاف تحسون بيها. اش وقت? بآه ورا الاثناش بالليل. يعني على الخفيف. الاثناش احتمال اربع ساعات احتمال ساعتين احتمال خمس ساعات. والعالم اكثرها ما حست بيها. ليش? لانه بهالوقت اكثر اكثر العالم. نايمين. صح. ايه? هذا? هذا اللي لاحظت هاني هناك بخلال يعني هاي شغلات فيه. هاني ممنون منك. حبيبي. واشكر فضلك. نكمل طريقنا. احنا بشيخ عمر. الشيخ عمر. لأول مرة يظهر ويانا مدير المرور العام اللواء الحقوقي محمد محمود. التميمي واستفاضينا بالكلام وياه على قضايا عديدة تخص المواطن. فتنا على الدراجات ودخلنا على السيارات والتسجيل وبقية التفاصيل المهمة اللي اه حبينا ان نستفهمها او هي اسئلتكم اسئلة المواطن. اه تعالوا احنا وياكم نروح الى مدير المرور العام اللواء الحقوقي محمد التميمي. احنا في مديرية المرور العام وتحديدا احنا على باب مدير المرور العام اللواء الحقوقي محمد التميمي. همومكم زائد. هموم اصحاب الدراجات التوك توك السيارات الإشارة الضوئية المعمل اللوحات كل هاي التفاصيل رح ينسلفوا بيض السلام عليكم اللواء حمد التميمي مدير المرور العام مساء الورد و الله يعينك هذا أول لقائنا ببرنامج دفتر ملاحظات عادة صاحب المسؤولية ما أقول لهم بارك عليك أيو الله المسؤولية طيب أولا عن الدفع الإلكتروني للغرامة نعم عملية الدفع الإلكتروني حقيقة تعرف أكثر المواطنين يعانون من مسألة إنه أنا ما مخالف وثبتوا عليه غرامة أو أنا ما يعني داخل هاي المنطقة ومثبت عليه المخالفة بمنطقة فلانية إحنا حتى نتجاوز هاي الحالة وهذا المعاناة بالنسبة للمواطن التجعنا إلى ربط ربط الغرامات مباشرة مع منصة بحيث توصل الغرامة في نفس اليوم إلى المواطن هذه تطلب أن تكون هناك قاعدة البيانات بالنسبة لأرقام المركبات وأصحابها رقم هواتف هم موجودة حتى نسيطر على إيصال المعلومة في نفس اليوم للمواطن ويكون على علم ويعرف مكان المخالفة ونوع المخالفة في نفس اليوم هذا طبعا جهود استثنائية أكون منصة منصة يمكن يعرفون بها الكل أنه منصة في الأمان العام المجلس ويزراء منصة أور منصة أور نافذة النافذة اللي راح نربطها في مدية مور عامة تكون على التصال حاليا تم تقريبا ستة وتسعين ألف رقم هاتف بالنسبة لأصحاب المركبات عن طريق دخولهم واستعلامهم على المركبات نحن ندعو جميع أصحاب المركبات للاستعلام عن مركباتهم الدخول على النظام والاستعلام عنها ومعرفة الغرامات اللي موجودة حتى يتم توثيق أرقام الهواتف مالتهم كلما تكون الأرقام موثقة عندنا كلما تسهل عملية إيصال المعلومة والغرامة إلى المواطن إضافة إلى ذلك عندنا التقاطعات الآن اللي سوينا بخمس تقاطعات في جانب الرصافة الإشارة الضوئية الذكية إضافة إلى رصد المخالفة عن طريق الكاميرات اللي هي داخل التقاطع ترتكب مخالفة وتهبت غرامة تنقل مباشرة إلى المنصة اللي موجودة في المرور العامة ومن ثم ترسل إلى المواطن صورة بها صورة توضح نوع المخالفة كأن يكون حزام الأمان أو استخدام هاتف النقال أو الاجتياز الخاطئ من جهة اليمين على جهة اليسار يعني سببنا أشكالات كثيرة في داخل التقاطعات طيب ساتريوها بالنسبة للدفع الإلكتروني والعقد الإلكتروني نعم الدفع الإلكتروني هو عملية طبعا تبنيناها قبل أشهر مع ثلاث شركات تم الاتفاق مع ثلاث شركات شركات متميزة شركات عدها موثقة لدى البنك المركزي ومتعاملة بأعمال مماثلة لدى البنك المركزي أخذنا تأييد من البنك المركزي والآن تعمل على البيو او ايس ضمن مديرية المرور العامة في كل محافظات العراق ماذا تقصد بيو ايس؟ بيو ايس هو الجهاز اللي ينظم عملية نقل المبالغ من مديرية المرور العامة إلى البنك المركزي ويحدد الحصص اللي هي مثل ما تعرف الرسوم والاتنا السيادية اللي تروح إلى خزينة الدولة أما بالنسبة إلى الأخرى فتذهب إلى البنك المركزي وإلى المستثمر نفسه العقد الإلكتروني سابقا كان عقد ورقي العبارة عن عقد ورقي يتم طبعا عن طريق مطبعات الشرطة يوزع إلى أصحاب المكاتب ويتم تحريره من قبلهم طبعا هاي العقد العقود اللي ياخذوها هي محدودة يعني مرات بس تتأخر يرتفع سعرها من خمسين توصل إلى مية وخمسين وهي تعرف معانات كبيرة بالنسبة للمواطن واستغلالها من أصحاب النفوس الضعيفة حتى نتجاوز هاي المرحلة انتقلنا إلى العقد الإلكتروني وفتحنا المجال لأصحاب المكاتب جد ما يقدر يسدد مبالغ ياخذ عقود إلكترونية ويتعامل مع المواطن تعامل الإلكتروني الجانب الآخر الإجابة اللي بيها قبل المواطن يقول له روحوا إحنا راح نزهل مدية المرور الآن يستصحب المواطن العقد الإلكتروني راجع مدية المرور عن طريق الباركوين فقط يعرضه من يحتاج من عنده اشي خير المعمل الجديد شيدنا وكمل في مراحلة الأخيرة وإن شاء الله ستثبت المكائن والمعدات في هذا الشهر اللي هو شهر 12 15-12 إن شاء الله يتم ربطها داخل معمل اللوحات اللي هو تابع للمرور العامة سوف لا نفكر بعد في موضوع اللوحات نهائية يعني شون الحصانات الموجودة باللوحة الجديدة؟ اللوحة الجديدة بها مواصفات بها علامات أمنية تحميها من التزوير ومن الحالات الأخرى هذه طبعاً وفق دراسة أعدت مع شركة ألمانية متميزة بهذا الجانب وحددنا نوع اللوحات بالأمامية تكون على شكل مستطيل والخلفية تكون على شكل مربعة الخصوصي والإجرة والحمل واللوحات الحكومية زين سيادة اليوم يعني أنا صراحة نوبات أذب الملامة على الرجال المرور في قضية اللوحة اللي تحمل شعار الجمهورية وهي ملوحة رسمية يعني إذا أشوفك هسا المخالفات اللي موجودة عندنا راح تطلع وشوف كم سيارة تقبض باليوم عليها في هذا الجانب البارحة كانت عندنا سيارة سيارة طبعاً مضللة وتحمل هذا الشعار وللأسف الشديد ميشد هالإنسان العادي وتعرف أنت زين إحنا بهاي الحالة ما نستثني أحد القانون يطبق على الجميع وحقيقة كلها تحجز وتأخذ بها إجراءات أصولية ما ممكن إطلاق صراحة لأنه تعتبر مخالفة صريحة واضحة أما بخصوص اللوحات اللي أنت جنابك تحدثت عنها قبل فترة وقلت ليش لحد الآن نشد الورقية الورقية إذا أشوفك هسا واستصحبك ويا يوم نطلع إلى أي موقع من مواقع التسجيل في العاصمة بغداد راح تجد لوحات مطبوعة لم يراجع عنها المواطن من تسع إلى يقول صار شهرين راجع إحنا آن البارحة كنت في التاجيات مواطنين قالوا لهم لزمتها من إيدة دخلتها إلى موقع الطبع قلت له الآن سوالف لي إش قد صار لأي قال صار لشهر شوفت هنا قلت له صار لها عشرين يوم مطبوعة لو حمالتك تلعرف المعمل بعدها ما كامل فمخومون بقى مكتوب في الأيدي العقد هو يامن وهي جامعة تقنية في بغداد بالزعفرانية تحديدا اتفقنا ويهم على خمسمائة ألف لوحة كل أسبوع اتجهزنا بتسعة ألاف لوحة اليوم غطينا تدري الفترة اللي اللي ما بيها لوحات عام 22 ما عندنا لوحات فهذا التراكم مو بيوم وليلة احنا بدينا بشهر الرابع تقريبا بشهر الرابع بدينا بالاتفاق مع الجامعة التقنية وتجهيزنا باللوحات لكن اليوم اقدر اقول لك سيطرنا اقدر اقول بنسبة سبعين بالمية على اللوحات ونطمح ان نصل الى مرحلة انه في نفس اليوم اللي تنجز المعاملة تسلم اللوحة وتثبت في نفس اليوم اعداد الدراجات والتوكتوك كلش شبيرة وماذا يلاحقون يعني انا بنفسي شفت السرة اللي بالبصرة خلينا نقول بالدرجة العراقي بس الله العالم لي وين وشدتهم طول وقت ايضا هما لا تزالوا هما ترى حقيقة يروحون يعني انا حاشوا يا أصحاب الدراجات ويا أصحاب التوكتوك احنا للجانب الانساني وكون هاي شريحة فقيرة ومصدر عيشتهم ثلاث مرات احنا مددنا معه الاعلام المستمر والتوجيه واخواننا تعالوا سجلوا احنا لو تعرف اليوم شو نسويه اليوم احنا ما دنسجل دراجات اليوم نسجل دراجة داخلة بشكل غير شرعي للبن حديدا نسجل ايضا فتحنا الباب اعتبرنا حسب توجيهات معالي وزير الداخلية وموافقة دولة رئيس وزراء انها اصبحت واقع حال داخل البلد شنو الحل مالها الحل اول شي منعنا استيراد الدراجات بشكل نهاي اثنين ادوات الاحتياطية الي تدخل كفرصة نهائية وثقفنا عليها كثيرا اخوان استغلوا الفرصة لانها لا تفوتكم وهذا الامل الاخير وفعلا يعني اجعوا اعداد كبيرة الى مواقعنا وسجلوا هين راجعوا القمارك ووردتنا عن طريق القرص سجلناها المواقع مالتنا استمرت الى ساعة متأخرة من الليل لانجاز معاملات المواطنين وانا كان باشراها فيه موقع هو اثقل موقع عندنا هو موقع التاجيات ولكل مشيناها الى اخر مراجع اليوم الحمد التليني مدير الورور العام انمانيو هذه الساحة اللي اذا تشوفوها واللي هي خلف نصف جوات سليم رحمة الله على روحها مكان حلو ويلم العوائل اتمنى من الجهات المهتمة بالثقافة والفنون والرياضة ان يستخدموها كان تكون من العاب رياضية سكيتنج مسرح معارض ثنية اتمنى على المهتمين ان يشوفوه فتشي لهذا المكان الجسر منطقة الكفل اه مهم جدا يربط محافظات بمحافظة النجف المقدسة النجف الاشراف ولهذا هاي شكوى من المواطنين وين المشكلة؟ المشكلة تشبه بالضبط اه مشكلة جسر الجادرية اللي انهيناها بالتدخل سيد بنقير ريكاني وزير الاعمار والاسكان واعتمنى ايضا يدخل في قضية جسر الكفل بالفواصل الفواصل اه راحة المطاطة الربارات شيء الفطاح اللي سووا حطوا لها اه سمنت السمنت هم راح رجعت نفس الطسة وتعرفون انت كل زين النجف عليها اه زخم كبير من الزوار ومن اللي يروحون الى محافظات اخرى يستقدمون نفس الجسر هذه لا المحافظ قدر يحلها ولا ابو البلدية قدر يحلها ولا الفطاح الموجودين المعنيين بالجسور ايضا يحلوها طيب معقولة يباعون معاناة الناس بده تعالوا شوفوا السيد حزمون بطبيخ اش قال استاد فائق سلام عليكم استاد فائق هاي مناشدة من كل الناس حقيقة اللي دا يعانون من جسر تشفل جسر تشفل المشكلة اللي صايرة به هالزحامات هاي دا اشوف اسا بسبب شغل فني شغل فني اعكد شغل فني مثل جسر تشادرية فواصل التمدد فواصل التمدد مطبات فالسيارات اربع مطبات بتجسر او بالاحراء خمس مطبات بتجسر فالسيارة تتوقف خمس مرات وشوف اتش قد تاخذ وقيت وش قد راح تصير هذه الاستحامات كلها بسبب المطبات اللي صايرة مكان فواصل التمدد فمن المفوق شو المرور او الطرق ينتبه هذه القضية ويعالجها وقضية بسيطة والله عيب والله عيب انه فواصل التمدد تخليها ويخليها ربر وعلى موت الصنة السيابية يا استاذ فايق هاي والله انذبحنا يعني باش ملتهين منتبه امنا باش ملتهين يعني هاي رواتي بدي اخذوها والله حرام باش ملتهين خليجوني شيكون شوارعهم عمي مو مو جنة مو جنة بس احنا الشياب كانت الطرق والجسور صيانة دائمية وكشف دوري اي طيب خليطلعون يشوفون يعني ما يصير ابعدوحي الله يحفوك استاذ فايق فيما الله الخزين المتوفر في مخازن وزارة التجارة لمواد السلة الغذائية يسهم في تقديم افضل المواد للمواطن العراقية نظرا لتأمين السلات الغذائية لقرابة ثلاث سنوات مقبلة مع التركيز على فحص المواد المستوردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات اضافة الى عملنا موجود في قسم السلطة النوعية هو متابعة صلاحية المادة كذلك متابعة صيانة الخزين صيانة الخزين من ناحية السقوف هذه الممرات المائية بالعمل المواد الغذائية الموجودة التابعة للسلة الغذائية التي توزع ضمن المفردات السلة الغذائية هي كلها مواد صالح الاستلاك البشري ومطابق المواصفات التعاقدية ويأمن وان شاء الله نكون في جيدة جدا وزارة تجارة من خلال فروعها في جميع محافظات العراق فتحت ابوابها لاستقبال شكاوى المواطنين وتبلغاتهم عن اية مخالفة في نوعية المواد او ايصالها عن طريق الوكلة بالنسبة للشكاوى المواطنين التي يجينا عن طريق المركز العام اي شكوى عندنا لجان متابعة ويطلع الكادر المخصص بهذا الخصوص ويحلون اي مشكلة بهذا التجاه يروحون للوكيل او للمواطن ويصير حل لهذه اي اشكال احسن بهواء من قفل طمان فرق هواء تقريبا فرق 50% والله نستلم حصة خير من الله والحمد الله وشكر وممشين امورنا عملية توزيع مفردات السلة الغذائية تتم من خلال ضوابط وضعتها وزارة التجارة اسهمت بشكل كبير في الحد من حالات الفساد بالاعتماد على قوائم دقيقة لدى فروع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في جميع المحافظات ومطابقتها مع قوائم الوكلة عدد الافراد مليون وتسعمائة وستة وعشرين وتسعمائة وتسعة واربعين عدد الافراد هاي السلة يستلمون شهرية اما الرعاية ميتين وستة وتسعين واربعمية وخمسة وعشرين عدنا توجيهات من الوزارة انه شهر اللي مايراجع نذكر ونكتب بيه ونقول هذا مسافر انا ما اعرف هذا الشخص يجي شهر شهرين سنة ما عندي اتصال بعد بين فقط فمضطر انه اروح ابلغ احجبة ينحجب مؤقت وراء فترة يرفع الحجب عنه من يجي طبعا نرفع الحجب كل السلس هذا الشهر رفع الحجب الوراء عادة الحصة بشكل طبيعي السلة الغذائية بات توصف بانها قارب نجاة للمواطنين العراقيين لا سيما الفقراء وذوي الدخل المحدود فضلا عن اسهامها في ضبط اسعار المواد الغذائية في السوق بالشكل الذي يؤمن توفير المواد الاساسية ضمن خطة ستراتيجية مستقبلية موسيقى نحتاج إلى عشرات المكانات والحدائق العامة اللي ببلاش لان هسه اي عائلة تريد تروح الى اي مطعم او مكان حديقة وبيها مطعم الكتون الاكو والماكو ما يحصلون على كل شي هنا تقدرون تدخلون مجانا لكن مع الاسف هناك خدمات مهمة كان مفروض تكون موجودة مع الاسف بالبداية اول الفتحة اول افتتاح الحديقة الحديقة كنا نلقى الشرطة المجتمعية كنا نلقى هواية من الناس اللي يحسسون المواطن بالامان احنا في وسط بغداد وحديقة الامة معلم وشاهد مهم جدا قدرت امالة بغداد تعيد الحياة مثل ما قلت لكم لكن نحتاج خدمات ان تكون اكشاك لخدمة المواطن مأكل مشرب بقية التفاصيل اللي يحتاجها مرتاد هذا المكان من ضمن حاجيات المواطن المريض الله يعافيكم ويشافيكم هو هذا النوع من الدول واللي يستخدم كمسكن مع الاسف في العراق ما موجود يضطر المواطن منين يستورده او يجيبه من دول اوروبية او من جول الجوار اتمنى اتمنى على السيد وزير الصحة وكذلك الاخوان بالمهتمين بصحة المواطن ان يجيبوه بكميات كبيرة لان بعض المرضى يحتاجوه مرتين باليوم مرتين شهر ثلاثين معناه ستين علبة او عبوا من هذه كيف يقدر السيد وزير الصحة وايضا اوجه كلامي الى الحكومة ان تشوف شارة في هذا الدول وادوية اخرى كوني سوونا شارة بهم من بغداد الى كربلا والروح لنستكمل جولتنا ونائب محافظ كربلا السيدة علي الميالي حول مشاريع المحافظة بس هذا الشارع قايدة الشارع هذا بصراح مفتول عليه هذا كلها سبقون كريت كلها سبقون كريت هذا هذا على الاحيان شوف هذا الرئيسي شوف هذا الاحيان عندي بصفة عميان لنوع الكاء هالحيان شوقت استحدثت هاي الاحيان هاي هاي قريبا هاي قطعة بعد ما تقام له مصه لمحافظة استقبل 25 مليون زائر يعني هذا ولا ضرب لا بالحلم ولا بالخيان هاي ايش يمتضرر لي برحلة القادمة تسي احنا عدنا رؤية تخص ما تخص مو فقط اذا كمنا من هاي الانجازات عدنا رؤية استثمارية اليوم تعرف القطاع القاس وانا اليوم دخلت مشروع الدواجن دواجن 250 أليبيون تدحر الدولة فيسي وزراء ما هو خلال سنتين 250 ألف دونر يفتح الطاقة الانتاجية 3 مليارات بيضة اضافة إلى 300 مليون بيضة الدجاج واللحوم وكثف مجازر عملاقة وأكبر دواجن السحاري اللي هي مو في الشرق الأوسط بأوروب وأسطن ونفسهم الاطباء اللي يشتغرونهم بالدواجن يوم احنا 15 ألف قيد عاملة دخلنا احنا تقول لكربلا نيش الأقبال السكاني يعني عمليون 300 أسانة أربع ملايين العتبة 30 ألف نتعين بالمستشفيات بالمدارس بالجامعات تجي للمصفة 20 ألف يوم تجي مصفة كربلا وان شاء الله بالطاقة الانتاجية هالعشر غاية يكمل كل شيء اليوم عندنا مال الدواجن اضافة إلى مطار كربلا بشهر الرابع ان شاء الله والخامس يكمل هذا الانجاز يختبر لكربلا مع التنسيق والقطاع الخاص ما أصور محافظة موجود بها اليوم عندنا الرؤية إذا نضينا الاستثمار نضيك في المثال بالألفين وأربعة فأقولهم تعالوا تعينوا للشباب وقال سيدة قد كان النفط ومزارة النفط 500 ألف من الألف وثلاثة كل شيء تعال تعين قال سيدة أنا أبيع عليك أبيع تربة يوم ١٥٠ ألف أجيب بالمخبر قال سيدة أنا ثلاث كيات أفرخ والدخل ما حسبه أشده أشمره أجي للفنادق مقبطة أكثر من ٨٠٠ فندق عامل تاكسي يشتغل سياحة أنت مندخل السائح لكربلاء وتنمين الفنادقك راح يشتغل أو القفر أو التاكسي أو الفندق الكل؟ ما يحتاج موظيفة أو ٤٠٠ أو ٥٠٠ أو ٧٠٠ ينتظر على كل شيء يفرغ ما يشتغل ما يلحق اليوم كربلاء إذا دخل السائح من أوروبا من الدول الخليج تعرفون كربلاء عالمية تختلف عن المحافظات الأخرى أنا هاي الرؤية يمالتي لازم أكون بيئة آمنة للسائح لو كربلاء دينية مو بس دينية تراثية وثقافية ورياضية يومان عندي بلعب أيضا كل بطولات ناجحة اللي نقيمها في كربلاء عندي فنادق خمس نجوم هذا العمل راح يخلي كربلاء تسحب رؤوس الأموال هاي الرؤوس الأموال هي راح تخلي القطاع الخاصة الشغلة هساً راح نخل شارع الكرار شارع الكرار كان المتر المتر ثلاثة مليون اليوم خمسة وعشرين مليون وصف اليوم نشوفوا موالات ومطاعم للصبح هو يشتغل هسا راح ندخل جسر راح نعبر وندخل شارع الكرار أصلاً هذا كان متلكع عشر سنوات شارع الكرار ومسحوب والشخص المقاول بايع على الشخص ثاني شوف هاي اليوم 12 انا شوف كل المطاعم تراث رزان عندنا المطاعم عندنا مول تقريباً راح يصير أكبر مول همين في الشرق الأوساط مساحتنا تقريباً متنزل هذا متجسر كهربائي مكيف تبريد تبريد هذا العمل ما يصير حتى محجر حديد هنا تبريد هذا العمل ما يجعل ثلاث سنوات فقط كل عملنا ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات فقط ثلاث سنوات بل يشتغل شوف هاي هذا راح يصير في الشي ثاني يختفل روعاً بالعاقش في مكسر مالطني موجود يطلع المول عندنا ثلاث ألاف حتى السيارات ثلاث ألاف سيارة دراج يعني ما محتارانة بالشارع هذا شارع خدمي هذا شارع خدمي هاي نطلع ثلاث ألاف سنطلع نتحدى واحد يضرب الإشارة ماك واحد ضرب الإشارة ما عندنا واحد انها ما من النزل نشوف انت هاي احياء هاي نشوف نصال الشوارع هاي من التربية على ممكن واقع هانا نصالوا اياك تشوف هاي الإشارة التزام ما عندنا كل مجال به التزام محل يخالف الإشارة مستحيل كان مسؤول كان حتى الدراجة كان ماكوا يعني ماكوا عندنا واحد يضرب الإشارة اليوم كربلاء هتحدى الوحيد المحافظة الوحيدة اللي خلت من المخدرات هاي كلها تعمل ليل معناها ننطي الشفتات وهاي جولتنا خلصة السيد علي الميالي نائب محافظة كربلاء جولة حلوة وأكيد احنا تتقسم عندنا وبعد فترة هميا نرجع على إنجاز بقية المشاريع أهنيكم وأكيد على قولته إنه هذا إلك ولهلك شكرا جزيلا تعودينك مثال فائغ متابعتك لكربلاء وأنت دائما نقد بنا عندك ما متحمل على أي إنسان تتمنى العراق الخير تتمنى نور كل مواطن عراقي يعيش بكرامة براحب بأمان إنه يفرح يجي مزائر ويشوف عراق الحبيب محافظاتنا إنه تتطور إنه حالة حالة البلدان المتقدمة وهاي أمنية كل عراق إحنا مري الشيء اليوم إحنا نتكار بلائم ينطلع محافظات ولا أشوفها يتفاخر بمحافظته بشوارحة صحيح هاي إنه إنه تحسب إنه لتنافس المحافظات وأكو تنافس بدأ لتلاحظ لتنافس الكوت لتنافس البصرة بس ما حد يلاحق بيتم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا سيدنا عزك الله رجعنا من نقطة انطلاقنا مثل ما بدينا الحلقة من ساحة التحرير نختمها هذي أحلى تحياتي أنا فاق قاسم العقابية برنامج دكتر ملاحظات تحياتي لكل فريق عمل البرنامج المخرج جدريس سبا حسين ساعة دي كان في الإخراج عندي كلمة أخيرة هذي المكانات مكانات مجانية لترفيه الناس نتمنى أن نصير كل شوائي في مغداد والمحافظات وتكون مخدومة لأن الناس ماعد ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر موسيقى